طيب وين تكمن صعوبته؟ يعني بدش فيه موضوع جواب وقرار لا بالعكس هو مدام أنه يعني صديق كله المقامات ما فيه صعوبة بالعكس يعني أنا أذكر أول شريط سجلتها سجلتها بالنهوان أول شريط سجلت اللي هو سنة 96 نعم سجلت أول شريط سنة 93 بس ما نزل لما سجلت وكنت أقرأ يعني أنا أول صلاة صليتها إمام سنة 91 اللي بعد التحري مباشرة بالتحري مباشرة فلما صليت صليت بمقام الهزام مع أني كنت أحب النهوان لكن قرأت بهذا المقام وبعدين لما صرت في الإذاعة كنت أقرأ ونوع في المقامات وحيانا أنا قلد الشيخ علي جابر الشيخ محمد أيوب وكذا ولما أجي أصلي التراويح حتى أهل المسجد يحبون أقرأ مثلا قلد كذا ما تجرأت أني أخلق لنفسي هوية كل القرأ دائما بدأوا في التقليد يعني فلما سجلت 93 كان الشريط اللي سجلته صورة الأنفال أذكر والأنبياء ما نزل إلى الآن ما نزل كان فيه تقليد ودمج بين الشيخ علي جابر ومحمد أيوب فقالوا التسجيلات مشاري يعني لا تقلد يعني أخلق لك قراءة خاصة فيك لا تقلد ما أنا بك تقلد فلما سجلت في 96 في الستوديو قاعد أنا كنت أتبع الإمام كنت أسمع حتى نقلات المنشاوي والقراء المصرين اللي ينقلون على المقام هذا مصطفى إسماعيل لكن ما كنت متابع ما أسمع لهم كثير يعني كنت شبه ما أسمع إلا على جابر ومحمد أيوب يعني كنت متعصب لهم لما قاعدت في الستوديو وقرأت حسيت أني أنا ما أنا أتمكن فيه لكن قرأت الصور اللي في الستوديو كاملة بمقام ناواند يعني حولت تحويل بسيط على الكرد لكن قرأت بهذا ناواند فحاولت عقب أتبع هذا المقام أسمع القراء المصرين أكثر كنت أسمع الشيخ عبد العظيم زاهر الشيخ حمدي الزامل مصطفى إسماعيل البهدي يومي محمد رفعت يعني قراء كثير صراحة يعني الشيخ علي محمود يعني قراء كثير يعني واتبع حتى أجمع شريط كامل بس المقام هذا عشان أتشبع لني أنا فعلا حاب أنت تعشق هذا المقام شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين